في مصر وليها تاريخ طويل في السوق المصري وبتمتلك أربع مجموعات صنعية على رأسيها مجمع عز الدخيلة في مدينة الإسكندرية وهو الأكبر من حيث حجم الإنتاج وكذلك مجمع العين السخنة تعتبر مصانع رجل العمل أحمد عز من القوة الاقتصادية التي خصصت استثماراتها لإنتاج الحديد للسوق المصري أو التصدير للخارج بما يدعم تلبية الاحتياجات المحلية من منتجات الحديد والصلب إلى جانب المساهمة في جهود الدولة المصرية في زيادة الصادرات المصرية للخارج كما يدعم إنتاج مصانع عز العديد من المشروعات الكبرى في العصمة الإدارية في قطاع النقل وده بيساهم بشكل إيجابي ومهم في دعم الاقتصاد المصري خاصة أن هذه المشروعات داعمة لقطاع البنية التحتية في جمهورية مصر العربية أسبوعين بيفصلون عن انطلاق الدورة الخمسة وخمسين لمعرض القاهرة الدولية للكتاب اللي هيقام في الفترة من 24 يناير ل 6 فبراير المقبل تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة والنرويج هتكون ضيف شرف هذه الدورة وهيشارك في المعرض أكثر من